ممثل أكثر من ستين دولة ومؤسسات القطاع الخاص المسرفي عكف في لهاي على دراسة سبل تشتيد عزلة النظام السوري وحرمانه من موارد تساعده في مواصلة حربه على شعبه وذلك من خلال الدعوة إلى تعميم ترسانة العقوبات الأوروبية والأمريكية ومشاركة القطاع الخاص في المنطقة وخارجها في تنفيذها بالنظر إلى اجتماع اليوم في لهاي نجد أن أكثر من ستين دولة تبحث وسائل تشديد لتنفيذ العقوبات وهو ما يؤكد أن عدد الدول التي ترغب في تنفيذ وتشديد هذه العقوبات يتزايد على المستوى العالمي العقوبات النفطية والمسرفية المفروضة على النظام السوري منذ أشهر مكنت من تقييد موارده لكنها لم تجفف منابع إراداته لكن أستطيع القول بأن الدول التي ما تزال تدعم النظام بكل الاتجاهات هي روسيا وإيران والعراق وفنزويلا وأيضا الحكومة اللبنانية حاليا جمود الموقف الدولي في مجلس الأمن واستبعاد مجموعة أصدقاء سوريا خيار التدخل العسكري خارج إطار مجلس الأمن يجعل العقوبات وسيلة الضغط المؤلمة بالنسبة للنظام لكنها لا تمنع القتلى فيما يتعلق بموقف الحكومة الأولندية نحن نقدم مختلف أشكال الدعم للمعارضة السورية ولكننا لا نستجيب لطلباتهم بالمعونة العسكرية نساعدهم في كثير من المجالات لكننا لا نقبل تزويدهم بالعتاد العسكري مجموعة أصدقاء سوريا تتفرع إلى لجنتين واحدة تعمل على إعادة بناء سوريا بعد سقوط النظام ومقرها برلين والثانية تعمل على تجديد العقوبات ومن المقرر أن تعقد المجموعة لقاء على مستوى الوزراء في المغرب في أكتوبر المقبل مسادر مطلعة قدرت العوائد السورية المجمدة بقيمة تتراوح بين مليار ونصف المليار وملياري دولار والمسادر تشير أيضا إلى أن قوائم العقوبات الأوروبية والأمريكية تشمل أكثر من 150 شخصية سورية وأن قوائم جميع الدول العربية تشمل عشرات نردين الفريذي العربية لاهاي